سلام هذا الفيديو سوف يكون مهم بكثير لأي تلميذ تابعوا واحد الفرد في الاجتماعيات او الامتحان الجيهوي في مادات الاجتماعيات سوف نخدم معكم النموذج كامل لامتحان الجيهوي كيف تشاهدونه من الأول حتى الاخر يقدر الفيديو يجي طويلة ولكن يجب تركز معي وتكمل الفيديو حتى الاخير لتسافذ حيث سوف نشرح لك كيف تجاوب على كل تمرين وفي نفس الوقت سوف نعطيك بعض الأخطاء التي يضعون فيها التلميذ ويتنقص لهم النقاط بسببها ونحن خلال جوابهم كplingهم كيف يكون صحيح يتركزكم لأني الله حفظكم نبدأ بالتاريخ، سوف نقوم بالتاريخ هنا تجريد أن نضع لشراء كل شخص هذا الموضوع المقالي سوفم كانت نحص منه كميثال في ذلك الفيديو بشكل اصرار كتابة الموضوع المقالي طبعاً تحلف هذا الفيديو لا سوف نرسل معكم بالتأكيد من هذا المجرد لأنه طويل الفيديو وسوف نعطيك أكثر ونعطيه الاشتماعات متبل في ذلك الفيديو pois سوف ننفعك سوف نكمل الامتحان كامل هنا لدينا مقدمة تقول لك الأوضاع التي كانت فيها ألمانيا من بعد الحرب العالمية الأولى تسببت في ظهور نظام النازي الذي تسبب بشكل مباشر في اندلاع الحرب العالمية الثانية واضحة ألمانيا كانت تكتزم طروف خلت نظام النظام النازي يتسبب الحرب العالمية الثانية يتسبب لنا موضوع مقالي تعالج فيه هذه الأمور بثلاثة إذن لدينا ثلاثة المطالب يجب أن ندوي عليها في الموضوع يجب أن ندوي عليها في الموضوع يجب أن ندوي تعريف النظام النازي ويجب أن ندوي على الظروف والظهور في ألمانيا والمساهمة في الحرب العالمية الثانية حسنا كيف سنفعل هذا الموضوع؟ باختصار سوف نبدأ بالمقدمة المقدمة كما تعرفون تكون قصية ورش كيف سنفعله في المقدمة؟ نبدأ مختصرة على الموضوع الذي يجب أن ندوي عليه في النص حسنا إذا لا تريد أن تحمق رأسك يمكن أن تعتمد على هذه المقدمة التي تبقى هناك ولكن أنا شخصيا نأخذ هذه المقدمة ونقوم بإعادة الصياغة نكتبها بأسلوب الخاص لا نقوم بإضافة حسنا حسنا نكتب هذه المقدمة يجب أن نضيف لها التساؤلات حسنا التساؤلات هي هذه المطالب هذه بحدداتها نحاول هذه الأسئلة ونضيفها لمقدمة لكي تسوء بكتر أركز مع هذه المثال التوضيح التالي وبالنسبة للناس الذين لم ترون الفيديو الأسرار كتابة الموضوع المقالي يجب أن ترون هذا الفيديو لا نقوم بإضافة هذا الفيديو مهم مزيد هذه هي المقدمة التي أكتبت لكي نكون واضحين معكم تصحيح هذا المتحان سوف نقوم بإضافة كثيرا كثيرا لا تخاف الله أركز معي المقدمة التي أكتبت أنا نقول فيها فريضت على ألمانيا عقوبات مجحفة دمرت اقتصادها المتهالك بسبب الحرب العالمية الأولى مما ساعد النازيين على الوصول للسلطة الشيء الذي سينعكس سلبا على أوروبا والعالم فما هو النظام النازي وما ظروف ظهوره بألمانيا وما هي مساهماته في اندلاع الحرب العالمية الثانية إذا المقدمة كتبت كيف تشاهده بشكل بسيط كنت بها بشكل مختصر على الموضوع المقال وهنا ضفت التساؤلات هالتساؤلات للاحتي هي المطالب النيت هما قال كدير تعريف النظام النازي حولت السؤال ما هي الظروف وهكذا يجب أن نكتبه العرض ما سنفعله العرض بكل بساطة يكون إجابة على التساؤلات التي ترحتي في المقدمة إذا قلت في المقدمة ما هو النظام النازي سوف تأتي العرض وتبدأ بالفقرة الأولى التي تقوم بها تعريف النظام النازي وهنا سوف تنتابه لتعطي تعريف للنظام النازي سوف تقول ماذا يؤسس هذا النظام ما هي الزائم و ما هي الصفات و ما هي و ما تؤسس من بلد واضحة مزيد كما نحيط الشك سوف يأتي العناصر الإجابة الخاصة بالمصححين هنا لا يكتبون لك مقالة كامل ولكن هنا يكتبون الأساتي المصححين يكتبون لهم النقاط الخاصة بالموضوع هنا هنا في التعريف يقول لك الموضوع الذي يكون يدوي على الأصل هذا النظام النازي و يكون يدوي على لشكون الزائم و يدري لك الكثير من النقاط هنا يمكن أن تضيف ملومات أخرى بحل السيمات أو السياسات أو الخصوصية هذا الشيء سوف نستعمل الآن سوف نركزه معي لكي تستوعبه حسنا سوف نجاوب على السؤال ما هو النظام النازي سوف نقول لهم تأسس النظام النازي بألمانيا على يد المنتمي للحزب الوطني الاشتراكي للعمال ألمان سنة 1919 اتسم بكونه نظام ديكتاتوري شمولي و عنصري حيث كان يمجد العرق الأري و يضطهد البقية و يفرض حزب واحد لتسيير البلاد و ينهى السياسة اقتصادية موجهة من قبل الزعيم أدولف هتلر إذا ما قلت هنا؟ قلت تعريف شامل و مبسط عن النظام النازي قلت لهم ما هو المنتمي للحزب الوطني الاشتراكي و أعطيتهم السنة للتأسيس و أعطيتهم الزعيم الذي هو أدولف هتلر و أعطيناهم السمات أو الخصائص الذي هو نظام ديكتاتوري شمولي إلى آخره أريد أن ندخل المطلب الثاني وهي النظام الظروف في ألمانيا أريد أن ندخل في الضروف لذلك هذا لا يمكن ان يكون الكبيرة أسطر و يستطيع الظروف و يجعله ورقة الزعافة يجب أن تكون مرتباً المطلب الأول يجعل فقرة من الذي نساله ونقذ إستر ونقذ فقرة بوحده هذه الفقرة سنقوم بها على الظروف التي تتزم منها ألمانيا لكي يمكن أن يطلع هذا النظام للحكم لذلك عندما تقوم بفقرة الأولى سالية الهضرة على أدولف هيتلر سنستغل هذه الكلمة لكي نصيق ما بين الفقرة الأولى والثانية أدولف هيتلر استطاع استغلال الظروف المتطورة لألمانيا بعد خسارتها في الحرب العالمية الأولى كالتوترات السياسية بين مختلف الأحزاب وانهير الاقتصاد جراء تبعات الحرب وعزمة 1929 بالإضافة لتفاقل مشاكل اجتماعية لخطئة ربح الفقر والبطالة إلى أخيره إذن هذه الظروف التي طلبوها مني وهنا جاوبت عليها وفي نفس الوقت قدرت نسق ما بين الفقرة الأولى والثانية لكي لا يأتي ذلك بحل أن يأخذ الفقرة الأولى من جهة والثانية من جهة إذا لا تستطيع أدوات الربط أو أساليب الربط سوف يتبقى بحل أن أخذتها الفقرة الأولى والثانية من هنا ويجب أن تستعمل أساليب الربط طريقة أخرى هذا الأسلوب يمكنك أن تكون أسلوب مختلف سأخذت الهضراء على النظام النازيب ألمانيا سوف يخصني المساهمة في الحرب العالمية الثانية وبطبيعة الحال سوف نخدم أسلوب الربط لكي نربط ما بين النظام النازيب ألمانيا والمساهمة في الحرب سوف نقول النظام النازيبي ألمانيا الذي سيتسبب في اندلاع حرب مدمرة سميت في الحرب العالمية الثانية بسبب تكونه لحلف عسكري مضاد الحلفاء وبطبيعة الحال وبسبب تسخيره لقوة دوراته الصناعية والعسكرية في الهيمنة على الدول الطائفة كدولة بولونيا التي سيغزوها في سنة 1939 والتي ستكون سبب مباشر في اندلاع الحرب العالمية الثانية إذا جنودت هنا درت لهم المساهمات ديال هذا النظام هذا في اندلاع الحرب المساهمات دياله في كونه نضم واحد الحلف مضاد الحلفاء وأيضا هجم على دولة بولونيا وهذا الشيء خلال الحرب العالمية الثانية تبدأ وبطبيعة الحال ربطت ما بالفقرة الأولى والثانية بطريقة دكية سوف ندز إلى الخاتمة الخاتمة تكون عبارة عن خلاصة مختصرة على هذا الموضوع الذي كنت تدوي فيه وتقدر تدوي هذا الخاتمة على الامتدادات الموضوع يعني إذا كان هذا الموضوع يسبب في شيء حدث جاء ممكن تعطي إشارة إشارة لكن تقدر تديرها أنا في الخاتمة ساهمت العقوبات في تطهور الحالة الاجتماعية للألمان مما ولد احتقان عندهم ضد الدول المنتصرة الشيء الذي سينتهي بصعود نظام دكتاتوري هدفه الانتقام والتوسع بهذه الشكلة سوف نكون كتبت موضوع مقالي ناضي سوف نتعليه النقاط كاملة وحتى واحد لا يستطيع أن يقول له شيء سوف ندوز التمرين الثاني الذي هو في الجغرافية لدينا وطائق سوف نتعليه بعض النقاط هنا كما تشوفوا لدينا وحد النص عبارة عن وثيقة يقول لك الجودة الشاملة ساهمت في تحسين السمعة السلع والمنتجات الصناعية اليابانية على المستوى العالمي حيث هذا السلع لم يكن تخرج بإشتباع إلا إلى دازة من اختبار الجودة يعني يقلبها لا يستطيع المستهلكين يبدأون يشروع هذه المنتجات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها يعني المنتجات اليابان والتي تتبع بزاف أمريكان وفي الدول الخارجية في العقود الأخيرة ارتفعت الحصة اليابانية في السوق الأمريكي بوحدة إلى 20% وهذه المنتجات الأمريكية تبقى لمالها فراسهم تكدس عندهم تبقى لهم فراسهم لأن الأمريكيين لا يريدون أمريكيين أو يفضلون منتجات الجابون لأنها تبقى الأسئلة استخلص من الوثيقة الخاصية المميزة للسلاع الصناعية اليابانية ومدى حضورها في الأسواق الخارجية كما يتبقى قد تخليص من الأسواق لنشاهد مدى حضورها بالنسبة لك المكان في حاجة الأسواق يطبيق في حاجة المميزة للسلاع الصناعي واحد الله ثانيا يطبيق على مدى حضورها في الأسواق الخارجية أي أنه منتشرة في الأسواق كيف تتبع فيها أو لا يتبع فيها فهمتكي؟ مزيان أول نقرأ مزيان أول شيء قد تعطيه إلى جودة الشاملة إلى تحسين سمعة السلاء اليابانية الجودة الشاملة ميزة هي الجودة الشاملة لها السلاء اليابانية نحن ندبح نقطة الأولى ونحن نقطة الثانية مدى حضورها في الأسواق ماذا تتبع بثانا من التي تنكمل القرية تتبعون بشأن السلاء تتبع بثانا في الأسواق الخارجية على سبيل المثال في السوق الأمريكي قدرت تستحوذها إلى 20% وهذا الشيء يخلى الأمريكيين أو الصناع الأمريكيين يبقوا لهم السلاء إذن السلاء اليابانية عندها حضور قوي في الأسواق الخارجية وبالطبط في أمريكا التي قدرت توصل فيها إلى 20% والجواب سيكون بهذا الشكل هذا تتميز السلاء الصناعية اليابانية بجودتها الشاملة عندما أعطيتهم المطلب الأول أخذت النقطة وبغزوها لأسواق الخارجية حيث وصلت حصة السلاء اليابانية بالولايات المتحدة الأمريكية في العقود الأخيرة إلى 20% أنا أخذت النقطة الثانية قلت لهم الميزة وأيضا دويت الغزو لأسواق الخارجية قلت لهم نرها حاضرة في الأسواق الخارجية على سبيل المثال الولايات قدرت تستحوض فيها إلى 20% وأنا نكمل الثاني سؤال الثاني سؤال الثاني بيّن من الوثيقة تأثير المنتجات اليابانية على المنتجات الأمريكية قبل أن نجاوبكم على هذا المسألة تفكرت واحد نواتها مهمة ما الذي تكون لديك سؤالي الاستخلص أو لا استخرج أو لا بيّن من الوثيقة أو الانطلاقا من الوثائق فهمتني أو الانطلاقا من المواطعيات الواردة في النص هذا الانطلاق عن استخرج وهذا كلهم تقول لك إذا ما خرج الجواب من الوثيقة فقط ماشي من راسك ماشي من ذاك ما يقال لك الأستاذ في الدرس إذا ما يقال لك من الوثيقة ستخرج لنا التأثير من المنتجات اليابانية لأمريكانية هذه نظرها بعينة من الذي نقرأ هذه الوثيقة كالقرب للمنتجات اليابانية تؤثر بالسلبة للمنتجات الأمريكية حيث خلات الأخيرة تكدس لصحابها في رأسهم حيث المريكانيين لا يريدون ويضعوا اليابانية أغلية والجواب سيكون بهذه الطريقة أطارت المنتجات الصناعية اليابانية بالسلب على نظرتها الأمريكية حيث أصبحت هذه الأخيرة متكدسة بسبب عزوف الأمريكيين عن اقتنائها وشراء اليابانية بدلا منها سؤال ثلاثة قلت لك استحضر تعلماتك السابقة من تعلماتك السابقة؟ من تعلماتك السابقة؟ يعني ما شرحنا لك أو ما شرحت الأستاذ أو ما لم نرأسك؟ يعني المعلومات لفرازك لإبراز أهم العوامل المفسرة للقوة الاقتصادية والتكنولوجية اليابانية إذن من خلال هذا القاري يجب أن تقول لنا ما هي العوامل التي خلات اليابان والقوة تكنولوجية واقتصادية؟ يمكن أن تقول لنا لا تدرسل لنا العوامل هذا المشكلة هي لكن انا رأيت لك العوامل في الخططة يعني ما أنت كلها تشكى العوامل التي قلت لكم هي العامل البشري يعني المواطني اليابانيين يتميزوا بالعلم والعلم 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 ويتمتح في العلم يتحدث في العلم اليابان عندها عدد ضخم من العلماء والباحثين والمهندسين في شتاء المجالات وهذا الشيكي سهم في تطور الاقتصاد والتكنولوجيا أيضا اليابان عندها عامل تقني اليابان قدرت تستعمل العلم باش تحل الموعظيلة اللي عندها ديالشح الموارد الطاقية بحل البترول والغاز والفحم هاد الموارد الطاقية هي الاساس ديال الاقتصاد وديالتكنولوجيا باش المصانع والمعامل تخدم والاقتصاد يخدم خصوص ضو إلا ما كينش ضو ما كينوالو واليابان ما عندهاش المواد اللي ستخرج منها الضو إذن خدمات العلم باش تجبض الضو بذات كتخرج الضو من باطل الأرض من السدود من خلال الموليدات الكهرومائية ومن المفاعلات النووية إلى آخرين من التقنيات الحديثة إذن الجواب ديالي سيكون بهذا الشكل هذا عركزه معي من أهم العوامل المفسرة للقوى الاقتصادية والتكنولوجيا اليابانية نجد العامل البشري الذي يلعب دور رئيسي في التقدم الذي حققته الياباني فهي تتوفر على مواطن محيب للعلم والعمل حيث تتوفر اليابان على عدد ضخم من العلماء والمهندسين في شتى المجالات بالإضافة للعامل التقني للعوامل التقنية التي تستمت في قدرات اليابان على تسخير العلم يحلم عضلة شح الموارد التقية فهي تستخدم تقنيات جد متطورة كاستغلال حرارة بطل الأرض والمفاعلات النووية والسدود عن طريق الموليدات الكهرومائية لتوليد الطاقة الكهربائية الضرورية للتقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي حسنا حسنا نصل إلى تربيع المواطنة إلى السادة من القيطات سوف نقوم بها كاملة هناك التمرين الذي يقول لك أن أعرف ما يلي أتعرف كلمة التراث والبيئة يقول لك أن هذه الكلمات لا أعطيتها ليس لنا في الخططات يقول لك المعلم الخططات ماذا يريدون لتلخصوا محاور الدرس ليس لتلخصوا لك حتى التعارف أوكي فأنا كنوفر لك الخططات التي تلخص محاور الدرس التي ستتمدع لهم في كتابة المواضيع المقالية وكأن أعطيك أيضا تعارف كلهم حسب الإطار المرجعي فهذا المقال هناك تعارف فإذا جئت إلى هنا وقلبت إلى كلمة التراث ستجدت تعريف لك فيما ترى المعلم بالنسبة لكلمة البيئة لا يوجد في الإطار المرجعي ولكن لكي تكون لها تعريف يجب أن تكون لك ثقافة عامة هذه بحددتها كلمة التقاف العامة البيئة بكل بساطة هي ما يحيط بالكائن الحي من هواء وماء وطربة وكائنات حية أخرى بالنسبة للتراث هو كل ما خلفه السابقون من أعمال بشرية كالفنون والأدب والأطار البيئة هي الوسط التي يحيط بالكائن الحي بكل ما يحتويه من طربة ومياه وهواء وكائنات أخرى البيئة هي التراب والهواء والماء والحيوانات والبخوش التي ينحذانها فهمتين؟ سوف نرى السؤال الثاني دور التسامح الديني في تحقيق التعايش والسلم العالمية إذا قامنا بتطور المطلب فهو لهذا لا يمكنك دراس بشكل صريح على دور التسامح الديني في تحقيق التعايش والسلم العالمية إذا كنت تفهم الدرس للسلم العالمي والمغرب وحوار الأديان ستقدر تعطي جواب حيث هذا الجواب يخرج غير من الفهم ليس من ما الذي أكتبت لك الأستاذة أو ما الذي أكتبت لك أنا الجواب غير من هنا يعتبر التسامح الديني أمر ضروري لتحقيق تعيش والسلم العالميين فإذا عمّ التسامح الديني بين الناس سيعيشون في تناغم مع بعضهم دون كراهية أو تمييز ولن تكون أي حروب أو صراعات دينية وطائفية هذه المعلومة اللي أعطيتك هي اللي جاية مع المطالب اللي كنا عند المصححين إذا جينا مثلا نشوفه هنا شنو كيشوفوا المصححين باش يعرفوا الجواب ديك وصحح ولا غرط فهما تقول لك بالجواب ديالك خاص يكون كيدوي على شي حاجة من هذا الشي هذا بالنسبة لدور التسامح في تحقيق التعيش والسلم العالميين خاص في الجواب ديالك يكون كيدوي على خلق تقافة القبول ما بالآخر يعني الناس تقبل بضيتها عدم تصنيف الناس أو تمييزهم بسبب معتقدتهم الدينية إقرار التعيش الدينة بين مختلف العقائد الدينية نبت الصراعات والحروب بين العالم وهذا ما استعملته قلت لك بالتعايش من اللي يكون بالناس سيجعلهم يعيشون في تناغم بدون تمييز ديني وعنصرية وسيجعلها نجنب الحروب والصراعات التي تترمى بين أصحاب الدينات المختلفة مسألة باينة غالب غايد ويصف نبغد اندوزو التمريل الأخير قال كتير علامة اكس في الخانة المناسبة عندنا هنا التربة لا يصيبها التلوث واشهد المعلومة صحيحة ولا غلط؟ غلط تربة كي يصيبها التلوث وهي راكم قريتوها في الدرس الحفاظ على الموارد الطبيعية الموقع الاركيولوجي سوف أعطيه لكم في الملخصات التي نوفر لكم على الموقع مثلا إذا نرى أنواع التوراة في المغرب التي تضع لكم هنا سوف أكتب هنا توراة الاركيولوجي هو عبارة عن مواقع كي يرجع لبعض منها فترة ما قبل الطاريخ كي يوجد دار بوزة ومواقع أخرى كي ترجع لأهد الفينيقي والروماني كي يوجد الوليلي وبطبيعة الحال هذه الجملة صحيحة وليلي موقع الاركيولوجي لدينا التنوع البيولوجي في خطر يعني تنوع الكائنات الحية يوجد قرضه يعني هما في خطر عندك التقافة أساس التنمية هذه الملومة هذه حتى هي صحيحة حتى هي دخلة في التنمية إليك الإنسان متقف سيستطيع أن يساهم في التنمية تولى دولة له والجواب سيكون بهذه الطريقة كيف ترى هذا الشكل يمكن تحبس الفيديو وتقرأ الجواب على خاطرك وهذا الشكل يمكن أن نكون سنينة الفيديو وبعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر